اشتركوا في القناة قلب مملكة كوش من القرن الثامن قبل الميلاد الى القرن الرابع الميلادي المملكة الاقوى والامبراطورية الاوسع في زمانها والتي امتدت من البحر الابيض المتوسط الى قلب افريقيا المواقع الاثرية لجزيرة مروي تتكون من المدينة الملاكية برامنجهام افريقيا معبد اغسطس معبد امو معبد الشمس ولكل معبد رواية الحمام الروماني والحمام الملاكي مخلفات صهر الحديد لكثرة خام الحديد بها اونا النجع عندما تتجمع المعابد معبد الاسد معبد امن الكشك الروماني المصورات الصفراء جرينتش العالم القديم وثر الصور الكبير الذي حير العلماء بالنسبة لوظيفته يعتقد البعض انه كان مستخدما من قبل ملوك مروي لتدريب الافيال على الحروب ايرامات مروي البجراوية اكبر تجمعا للاهرامات في العالم هي مدافن ملوك وملكات مروي ويفوق عددها المئة واربعين هرما ولكل هرم حكاية الاهرامات والمعابد والقصور والمناطق الصناعية شكلت المشهد السياسي والديني والاجتماعي والفني والتكنولوجي للامبراطورية لأكثر من ألف عام تشهد هذه الهياكل المعمارية الأدلة على الانتاج والتجارة بما في ذلك السيراميك والحديد على ثروة وقوة الدولة الكوشية التي تعد من أعظم الامبراطوريات التي مرت على العالم إنهم الكوشيون مهد الإنسان وإنه السودان أصل الحضارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر